شاهد المشهد المحذوف من الفلوس ولهذا السبب أمر المخرج بحثه نشر المخرج سعيد المروق مشهد محذوف من فيلم الفلوس جمع بين الفنانة زينة والفنانة تونسي عائشة بن أحمد وفي المشهد اشتكت كل منهما من الوحدة والاشتياق لبعضهم البعض وسرد الذكريات التي جمعتهما سوياً وانتهى بحضن أبوسة وعلقت الفنانة زينة على المشهد المحذوف بقولها الحاجات الحلوة دي طلع إمتى المشهد ده؟ وعن سبب حث المشهد ده قالت مصادر مقربة من المخرج سعيد المروق إن الأخير حذف المشهد بسبب طول مدة الفيلم فيلم الفلوسة ترحى بدور العرض السينمائي في شهر ديسمبر عام 2019 بطولة تامر حسني خالد الصوي زينة عائشة بن أحمد تأليف محمد عبد المغطي إخراج سعيد المروق وطرح المطرب تامر حسني عبر قناته الخاصة باليوتيوب أغنية دعائية لفيلمه الفلوس والتي تحمل عنوان حلو المكان من كلمات أحمد الملكي والحان محمد يحيى وتعيش الفنانة زينة في الأونة الأخيرة حالة من الرعب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث أكدت في أكثر من مناسبة أنها تعاني من وسواس بشأن المرض ومع بداية شهر ديسمبر الجاري أقمت الفنانة زينة دعوة قضائية جديدة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد الفنان أحمد عز وتطلب فيها زيادة مبلغ النفق الشهرية إلى 60 ألف جنيه شهريا بدلا من 30 ألف جنيه التي ألزمته بها المحكمة العام الماضي وقالت زينة في صحيفة دعواها إن دخل أحمد عز زاد بنسبة 100% العام الحالي بحسب ما جاء في صحيفة الدعوة وطلبت مضاعفة مبلغ النفق وزيادته بنسبة 100% ونظرت محكمة الأسرة بمدينة نصر الدعوة وقررت أجيلها لجلسة الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري للإعلان وفي مايو الماضي قضت محكمة الأسرة بإلزام أحمد عز بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم زين الدين وعز الدين بقيمة 900 ألف جنيه وذلك في الدعوة التي أقمتها زينة والتي طالبت فيها بإلزامه بدفع المبلغ كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة اشتركوا في القناة